موسيقى اهلا بكم الى موجز اخبار الان تختتم اليوم الجولة السادسة من مفاوضات جينيف حول الازمة السورية بعقد المبعوثة الدولية الخاص الى سوريا سيفن ديمستورا اجتماعات منفصلة مع اطراف المفاوضات وقال متحدث باسم وفد المعارضة ان اجتماع اليوم سيتناول رؤية المعارضة لهيئة الحكم الانتقالي مشيرا الى ان الوفد سيحضر بكامل اعضائه بعدما كان عدد من ممثلي بعض الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة قد اعلنوا تعليق مشاركتهم في الوفد اعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الامريكية ان طائرات قوات التحالف التي تقوده الولايات المتحدة قصفت قافلة موالية لنظام الاسد في سوريا بينما كانت متجهة الى موقع عسكري للتحالف قرب الحلود الاردنية وقال وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس ان واشنطن لن تزيد من دورها في الحرب في سوريا لكنها ستدافع عن قواتها عند الضرورة صدق مجلس النواب الامريكي على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ويفرض القانون عقوبات على داعم نظام الاسد ويدعو الى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب ويطالب التشريع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الاشخاص والكيانات الاجنبية التي تقدم الدعم المادية والتقنية لنظام الاسد بعد سريان التشريع واجازته من قبل الرئيس قال بيان لخلية الاعلام الحربية عن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الامير يارالله ان قوات مكافحة الارهاب حررت حي الورشان في الساحل الايمن للموصل وكان قد اعلن يارالله في وقت سابق عن تحرير حي الاقتصاديين في الساحل الايمن من مدينة الموصل واضاف ان القوات العراقية رفعت العلم العراقية على مباني الحي بعد تكبيل داعش خسائر بالارواح والمعدات وصفت منظمة صحة العالمية سرعة انتشار مرض الكوليرا في اليمن بغير المسبوقة وقالت المنظمة ان هناك ما يزيد على ثلاث وعشرين الف اصابة بالمرض في ثمان عشرة محافظة منذ سابع والعشرين من شهر ابريل نيسان الماضي سجلت خلالها ما يزيد على مائتين واربعين حالة وفاة وحذر اتحاد اطباء العرب من كارثة حقيقية في اليمن قررت ماري لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا ترشح الانتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية المقرر اجراؤها في شهر يونيو حزيران المقبل عن دائرة اونين بومون في شمال فرنسا والتي تعد من اهم مناطق سيطرة حزبها الى اللقاء اشتركوا في القناة